تنقل محمد براوي وزيره السحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى المستشفى الجمعي ندير محمد بولاية تيزيوزو للوقوف على الحالة الصحية لضحايا حادثة المرور الخضير الذي وقع مساء أمس بمنعرج وادفالي على مستوى طريق الوطني رقم 12 بتيزيوزو اترى انقلاب لحافلة لنقل المسافرين والذي راح ضحيته خمسة أشخاص فيما أصيب 36 شخصا بجروح متفوتة الخطورة الحافلة التي كانت عائدة من رحلة سياحية للبحيرة السوداء المتواجدة بولاية بجاية ومتوجهة إلى الجزائر العاصمة كان على متنها عائلات من مختلف مناطق العاصمة وكان قد واجه أعوان الحماية المدنية المدعمة بمختلف الوسائل والإمكانيات صعوبة في إخراج الضحايا من داخل الحافلة التي كان على متنها 45 شخصا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر